يا مسائل هنا والسعادة ازايكم عاملين ايه? يارب يكونوا كويسين وحسن حياة. وصفة جديدة من وصفات وصفة وفكرة ان شاء الله النهاردة هنحضر مع بعض كوكيز الافرون بطريقة اقتصادية جدا من غير الزبدة من غير حليب ببيضة واحدة بس هنعمله احلى كمية كوكيز طريقة موفرة جدا وكمان هيعمل معيك يا ما شاء الله كمية وفيرة. تعالي كده نعمله وصفة من وصفات المدارس الحلوة اللي ان شاء الله هتجر بيها وتعتمديها مش هتاخد من الخمس دقايق وانتي وقفت. هنتكلم في كل حاجة تخص الوصفة علشان ما فيش حاجة توقفك ولا سؤال يدور في دماغك وهقولك على طريقة التسوية المظبوطة والوقت المظبوطة اللي بتاخده في الفرن. يلا بينا نشوفه الكوكيز الجميل ده عمالناس داي. اهم حاجة ما تنسانيش في اللايب. عشان تشجعيني بيه ودايمن محتاجة لدعمكم وتشجعكم. وان شاء الله كده لو استفدتي من وصفتنا النهاردة ياريت تعملينها مشاركة مع كل حبيب. لو بتتفرجي علي ومش مشتركة في القناة بسرعة عمالي اشتراك عشان تنضم لعالتنا الجميلة. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف طريقة التحذير على طول. اول حاجة عندي طبق غويت. هبتدي حضر فيه نص كباية من السمنة. نص السمنة ديت يعني بدرجة حرارة الغرفة. طبعا تقدري تستعملي آآ زبدة تقدري تستبدلي نص سمنة ونص زبدة نص سمنة ونص زيت او نص زبدة ونص زيت برحتك خالص. هنضيف عليها نص كباية من السكر البودر. هيجي حد يقول لي ينفع سكر حبيبات عادي برضو ينفع بس هيغلبك شوية في الضرب. هحاول كده يعني اخلط السمنة مع السكر وبعد كده هضيف بيضة برضو بدرجة حرارة الغرفة. ما تحاوليش ان انتي تطلعهم التلاجة تستعمليها على طول. وهنضيف على البيضة بتاعتنا رشة كده من الفانيليا. يعني هي دي زي ربع معلقتها. وبرضو هقلبهم تقليبة واخفي كده كل المكونات فبعا. كل ما بدرب فيها بتحس ان هي بقية كريمية اكتر ولونها بيفتحها معي. الاضافة اللي بعد كده هضيف معلقة من النشا. النشا دوت يعني بيعمل معادلة كده ما بين ان الحاجة بتكون مقرمشة وبتكون دايبة كده دوب بتدي تعم حلوة. ومش هننسى رشة الملح ما بين صوبك حاجة بسيطة جدا. وبرضو هقلب كل المكونات دي وهخفي اثر النشا خالص كده لغاية لما يندمج مع المكونات وبعد كده هنضيف المكون التاني اللي معنا. هنا عندي كوباية من الدقيق. انا طبعا هستعمل كوبايتين من الدقيق. فهحط الاول كوباية وهنزل بيها واحدة واحدة كده. طبعا اي دقيق معجنات حاول ان انت تنخليه. والدقيق ده متعدد الاستخدامات. عادي يقيد ايه انت بالفضلية استعمليه. وهنا عندي كوباية تانية شايلة منها معلقتين كبار يعني ممسوحين مش ماليين قوي. وهقولك دلوقتي هحطهم امتى? هقلب كل المكونات مع بعض كده. هتفضل يتقلي بيها كده على اتجاه واحد او حتى بايدك مش شرط الاسباتلة. ولغاية لما يختفت دي ما تلاقوهش اثر خالص في المكونات اللي احنا حطناها. في الوقت ده هبتدي اقسم العجينة بتاعتي النصين علشان اعمل نص بالبني اللي هو بكاكاو الخام والنص بالابيض. وطبعا الكميات دي زي ما قلتلك على يعني بمزاجي كنتي فانا بما ان الكمية دي من نسبة لي صغيرة لاني الاولاد بيحبوه قوي فعملت عجينة تاني بنفس المكونات ونفس العجن هي اياها آآ برضو بكباتين دي بس. هنا بحاول اشوف ملمس العجينة طبعا فيها نسبة تلزيق كده فهي كده هتحتاج المعلقتين الدقيق اللي احنا حطناهم على جنب برضو هنخلهم وهبتدي بقى اعمل اشتغل بايدي علشان اشوف بس آآ ملمس العجينة في ايدي عامل ازاي. هحاول برضو اخفي كده كل الدقيق في العجينة وما تحاوليش ان انتي تعجيني. اي بسكوتات ما تحاوليش ان انتي تعجيني فيها وتربي عرق في العجينة وتتحول لحاجة تانية. فانا بس مجرد فكرة ان انا بلم يعني بحاول اخفي كده معالم الدقيق خالص في في العجينة. مش اكتر من كده. وانا جايبة معيكي الخطوات دي واحدة واحدة علشان طبعا لو لسه مبتدئة فتشوفي كل حاجة قدامي. بس انا مش بعجن. انا بلم بس. وطبعا بعد ما حطيت انا حطيت المعلقتين على مرتين. يعني مش مش حطيت المعلقتين كده مرة واحدة. يعني خلصت كده المعلقة وبعد كده حاصيت ان هي لسه عايزة تاني. وضفت المعلقة التانية. يعني بالزبط بالزبط زي ما انا قلت في الاول بنفس المعيار هي اخدت كوبايتين دي ايه بالزبط. بس طبعا تختلف طبعا من نوع دي ايه للتاني والشرب والسوية. كده جهزت معي وهبتدي اختبرها اشوفها هي تمام معي ولا لا. باخد قطعة كده وبكورها. وهي حاول ان انا دوس عليها لو شققت معي من جناب وبتحس ان هي نشفة كده. فدي كده محتاجة نسبة سويل. هحط ايه في الوقت ده? لو انا لو عملت معي كده ممكن بتحط معلقة من اللبن الحليب يعني متع جنيه تاني. لو هي سيلة معيكي زي ما قلنا بتحط الدي. كده تمام وزي الفل وهعمل في نفس اللي انا عملته بس هفضيها كده من البولة. وهنا هحط برضو كوبايتين الدي اللي احنا حطناهم شلت منهم معلقتين آآ كبار برضو مش ملينين قوي وحطت عليهم بدلهم معلقتين من الكاكاو. برضو هحط واحدة بعد واحدة نفس فكرة الاولانية. حطيت معلقة كاكاو خام ورجعت اضيف المعلقة التانية. هيجي حد يقول لي ليه ما حطتيش الاتنين مرة واحدة برضو علشان ادي فرصة نفسي ان انا اشوف هيتشرب السوايل اكتر او لسه محتاج تاني. فخليكي كده على هادي واحدة واحدة. ده كاكاو خام آآ في حد ممكن يقولني ممكن ما استعمل الكاكاو اللي هو العلب العادي دوت. آآ بتاع المحلات هقولك مش هينفع خالص في الوصفة دي لاني آآ بيبقى طعمه ولونه مش هو خالص. برضو هاختبارها نفس العجينة الاولى. وهكورها كده. وابتديت اختبارها التكيت كده في النص الحمد لله ما شققتش من الجناب والعجينة ملمسها نعم كده وطرية ومشاء الله. برضو هفضيها في الصينية وهغطيها بكيس تلاجة او اي يعني كيس نيجيف. وعايزة تدخليها التلاجة نص ساعة تريح كده شوية وتتمزك نفسها. دخليها. انا بس دخلتها التلاجة ما كملتش يعني خمس دقايق لغاية بس ما حضر آآ السوق بتاعي. سوق بقى او صينية او اي حاجة انت بتدخليها الفرن. آآ ابتديت احط كده مسحة بسيطة خالص من الزيت. الناس اللي بتقول آآ مش محتاجة ان انت تدهني السينية. لأ محتاجة ان انت تدهني السينية. بصراحة اي معجنات بعملها لازم بدن السينية. حتى ولو مسحة بسيطة من الزيت. دي عندي آآ شوكولاتة بصوا الكمية دي زي تومني كيلو او مش عارفة مش محددة بس يعني انا قلت له عايزة بعشرين. فمتهاء اللي هي تومني. وما شاء الله عملت معي الكمية دي وهتشوفوا برضو في الاخر عملت معي كم قطعة. وكمان اتبقى منها. هاخد بقى قطعة صغيرة كده من اللي هو العجينة البيضة. وبرضو كورتها طبعا الحجم ده زي ما انت عايزة. وهبتدي آآ يعني ضغطة بسيطة. انا مش عايزة رؤية. يعني ضغطة بسيطة خالص كده ابطتها بايدي. وهبتدي احط الشوكولاتة الشبس وزعيها عشوائي وزعيها بشكل آآ كتير إليل زي ما انت عايزة. بالشكل ده كده. انا بس ضغطت عليها ضغطة بسيطة علشان الشوكولاتة ما تطلعش برا وتمسك في العجينة. هبتدي بقى احطها كده وهجرب معيك واحدة كمان. في فكرة تانية ان انت بتاخدي قطعة العجينة وتكوريها كده وتحطي يعني انا برضو بسويها بايدي ببطتها حاجة بسيطة. حطيها كلها في الطبق في الشوكولاتة بس بحيث ان هي كتير قوي بصراحة فبرضو دي يعني حاجة ترجع لك انت عايزة كمية ليلك كمية آآ صغيرة براحتك. هنا برضو عملت اللي هو بالكاكاو. وبرضو عايز اقول لكم انا ما ضفتش لان البيكنبودر هيفردها معي وينفشها وحتى لما تستوي ممكن تشقق في الجناب. فانا استبعدت البيكنبودر خالص يعني. وهنا بقى هخلص كل الكمية وهوريكم الشكل النهائي في الاخر. بعمل كده آآ رصة من الابيض ورصة من الشوكولاتة علشان بس اعرف لما حاجة تستوي لو حطيت البوني كله مع بعضه مش هعرف السوى بتاعه كويس ولا لا. فدي كمان هتسهل عليك اوي في التسوية. ما شغلتش الفرن قابليها ولا اي حاجة غير لما خلصت خالص. وبتديت يعني مش هتكمل اللحظة كده آآ ودخلتها على طول على الصوج الاوسط. مش تحت النار مباشرة مويم على نار عالية عادية جدا اللي هي درجة حرارة مية وتمانين. وبعد كده هديت النار عليها. ولو مدت كيش لون من فوق. ابتدي بعد ما تدفي من تحت شغلي عليها الشوية من فوق. وهيطلع معيكي بالشكل والجمال ده. مدة التسوية هي ممكن تكون زي نص ساعة او اقل. بصوا على حسب كل فرن يعني حسب حجم الفرن وعلى حسب قوة النار بتاعته. فمدة التسوية دي انا مش هقدر بصراحة قديكي آآ امورة فيها عشان ممكن حد يجي يقول لي انت قلتي قدي كده وطلع قدي كده. بصوا ما شاء الله بيتقطم قطمه كمان عايز اقول لك حاجة بسيطة تكاية كده بسيطة. لما تطلعيه من الفرن حاول ان انت سيبيه يهدى خالص. عشان لو مسكتيه وهو لسه سخن هتحس ان هو طري. مش مديكي الارمشة او القطمة بصي بتاعت البسكوت دي. فسيبيه يهدى خالص وبعد كده آآ فضي. طبعا انا مش عارفة ما عجبتنيش الصينية دي ليه فقلتها هغير طبق التقديم. فحطيته هنا كده وبصوا منظره حلو ازاي. جربيه بقى كده واعمليه الاولادك سريع جدا كده وانت واقفة على الرخامة هتعمليه بطريقة بسيطة وسهلة ومكونات ويعني متوفرة في كل بيت. بتمنى ان انت جربيه بنفس الطريقة وتنزلي في الكومنتات تقولي لي رأيك. لو استفاتي من وصفتنا النهاردة يلا بقى بسرعة عامليلها مشاركة مع كل حبيبك علشان عليتنا ان شاء الله تكبر بيكم ومعاك. لايكات كتير على الفيديو. واكتبيلي بتتبعيني من انهي بلد. بحبكم في الله ورب نايدمكم نعمة في حياتي. اسبكم في حفز الله ورعايته مع السلامة.